يعلم بحضراتكم مرة أخرى طيب إبراهيم أنت كان برضو عندك جزئية فيما يخص دفاع أوكلاند والمشاكل اللي بيواجهها دفاع أوكلاند اللي ممكن يستغلوا الأهل إن شاء الله هو هنروح للدفاع أوكلاند عندهم مشاكل فردية وجمعية بشكل كبير جدا جدا اللعيبة دايما بتاعتهم في الحالة الدفاعية اللعيبة بتسرح تبقاش واخد بالها دايما من دهرهم بيبقاش واخدين بالهم من الحالات اللي موجودة معنا فيديو الكورة كورة عالية في منطقة الجزاء سهلة تلات لعيبة راحوا ناحية الكورة وسابوا المساحة كلهم حواليها فاضية كورة تشاضت وراحت في العرضة ورجعت بص لعيبة أوكلاند محدش بيحاول يعمل ركابة محدش يوم بيحاول يروح للكورة حتى الكورة طولية بشكل واضح جدا جدا تلاتة راحوا عليها مع لعيب طالع فيه تلات لعيبة حواليه فاضين كورة التانية نزلت للعيبة لعيبة المنافس خلاص هدف وكورة تشاطت وردت لعيبة أوكلاند ما بتحاولش تعمل أي حاجة كرد فعل أنها تروح للكورة معنا صور كمان بعديها هتوضح لنا إزاي اللعبة دايما سرح أنا في التغطية بتاعتهم بقى فيه لعيب واثنين لوحدهم دايما لما نجي نبص للكورة دي بص الباك اليمين داخل فين والباك الشمال داخل فين الجناح الناحية دي فاضي خالص الجناح الناحية دي فاضي تماما أي باص هيودي أي واحد فيهم انفراد ودي نقطة مهمة جدا جدا لازم الأهلي طبعا يشتغل عليها بما أن أجنحة الأهلي نقطة مهمة وده هنتكلم فيه بعد ما نعرض الأخطاء الدفاعية بتاعتهم نروح للي بعدها هنا في الكرة الأرضية كان لسه جيمي جايب الهدف دوا ثلاثة اتنين في منطقة الجزاء وسط ثلاث مدافعين وقفين المفروض مسكنهم ما فيش ولا لعب ماسك أي من والكرة رفعت ودخلت هدف ما فيش أي لعب ماسك لعب أو حطه في صدر الكرة اللي بعدها هنا اللقطة دي هنقف عندها شوية يا كيمو بص الكرة مع اللعب هنا بص المسافة اللي ما بين الظهير وقلب الدفاع اللي جنبه كارثة في الترحيل ما بين اللعيبة المساحة دي مهمة جدا جدا لنادل آله والنادل آله بيعتمد عليها أصلا في أسلوب لعب وأن دايما الكرة لما بتبقى عند الجناح دايما بيسحب عرض الملعب وبيفتحه على الأخير عشان الظهير يروح معاه وهنا بيبدأ يتحرك سواء لعب الوسط المساند من اللعب الوسط أنه يدخل في الهافز بيس دي أو لو الظهير هو اللي فاتح الملعب فالجناح بيبدأ يدخل في الهافز بيس فاحنا شايفين لعب المنافس داخل في مساحة كبيرة جدا جدا لوحده الكرة هتتمرر له خلاص هيبقى هو في وضعية كويسة جدا أنه يلعب عرضية أو يقدر يسدد لو يدخل بالكرة الجوة فالهافز بيس دي دايما موجود عند فريق أوكلاند والأهلي دايما بيعتمد في أسلوب لعبه أصلا على الهافز بيس دي ويقدر يضرب بها أوكلاند مرات متكررة الكرة اللي بعدها هنا الكرة برضو بص المسافة يا كريم بين الظهير وقلب الدفاع الجنبه مسافة كبيرة جدا جدا والظهير اللي جاي بيجري دون هيجري في المساحة دي برضو بس اللعب هيكرر يلعب كرة عرضية بس برضو هنا المساحة كبيرة جدا جدا لو في صورة بعدها كمان ناخد الصورة اللي بعدها هنا بص يا كريم الظهير واقف فين وقلب الدفاع وفيه اتنين لعيبة مفيش أي مش في حالة تسلل ولا حاجة لوحدهم كرة هتتلعب شوارع يعني هو الظهير واقف باصص على الكرة مش باصص مين في دهره أو مين واقف في دهره النقط دي مهمة جدا جدا لأن الأهلي بيعتمد أصلا على الأجنحة بتاعته في النهاية تختارك والهافز بيس دي الأهلي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا جدا سواء من خلال حمدي فتحي أو من خلال محمد فخري أو محمد مجدي أفشا فالهافز بيس دي والسلحان دايما بتاع الأزيرة بتاع أوكلاند سيتي هيبقى مفتاح لعبة مهمة جدا جدا لناد الأهلي لازم يستغله خصوصا إنه عيوبهم دي طريقة تتناسب مع الناد الأهلي إنه يضرب منها لأن الأهلي بيعتمد على الأسلوب ده بشكل طريقة